بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم النهاردة هنعمل كحكي العيد بقى كل سنة همتوا طيبين فنعمل كيلو دقيق الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنة احنا هنعمله على السخن مش على البارد يعني السمنة على البارد بتتعمل لما تكون انت مش هتعمل كمية كبيرة لو هتعمل كمية كبيرة يبقى محتاجة لازم تعمل السمنة سخنة لان السمنة البردة بتخلي الكحكي يبوص بسرعة ويبقى فيه كمكما كده فرحت طبعا برضو بتختاري نوع سمنة كويس وبعد كده بتقدحيها على النار وبتحطي على الدقيق نص معلقة ملح وبتحطي السمنة بتكب السمنة بعد ما تقدح على الدقيق وبنحط عليها شوية لبن على السمنة كده بتطلع دخنة كده وده عشان بتحوش ريحة السمنة لو فيها اي روايح بعد كده بنجيب معلقة خشب تكون ايدها طويلة طبعا ويه بنقعد نقلب الكحك الديق شوية على ما يبرد عشان ويدنا تقدر تتحمله نبقى نبس كويس طبعا ما ينفعش بمعلقة ستنلس قصيرة ولا حاجة عشان ايه بهتوصل الحرارة لإيدنا لو ايدنا خلاص قدرت تستحمل العجينة بنقعد نبس فيها كتير شوية كتير لان البس ده حاجة مهمة جدا للكحك بتساعد كمان على ان الكحك يبقى دايب حتى لو السمنة قليلة دي بتساعد على ان الكحك يبقى دايب وطبعا فيه دقيق بيشرب سمنة وفيه دقيق ما بياخدش سمنة كتير طبعا بنجهز الخميرة بنجيب معلقة كوباية فيها نص كوباية لبن وبنحط فيها معلقة صغيرة بمعلقة الشاي ملانة خميرة فورية وبنحط عليها معلقة كبيرة سكر وبنقلبهم في بعض ونسيبها لما تخمر ده طبعا الملبن احنا كنا عاملينه قبل كده في البيت مش ملبن جاهز ملبن معمول في البيت بحط عليه شوية سمسم وبنحط عليه معلقتين كبار سمنة وبنقجينها كويس بعد كده اما العجينة تبرد بنروح نحط عليها الخميرة اللي احنا عم نجهزينها وبنحط عليها معلقتين سمسم او تلاتة ما بنكترش او في السمسم برضو لان السمسم لما بيبقى كتير في العجينة بيخليها تيجي تنقوشيها تبوز النقشة بتاعتك ما تبقاش زهرة قوي بعد كده بقى معنا كوبية لبن بنحط بنزود منها شوية بشوية ما بنحطهاش كلها مرة واحدة عشان نشوف يعني الدقيق اللي معنا بياخد لبن كتير ولا في دقيق بياخد لبن كتير وفي دقيق لا عشان نعرف ان هي خلاص العجينة بقت كويسة في ادينا بناخد حتة كده ونكورها في ادينا اذا التقناها فلقت كده في ادينا فيبقى كده آآ العجينة لسه محتاجة لبن اذا التقناها مفيش تشققات فيها ولا حاجة تبقى خلاص العجينة بقت مظبوطة بناخد الملبن ونكوره كل كور ونرسسه على صنية ولا حاجة آآ طبعا بتكور الكور اللي انت عاوزها آآ احنا بنحب الكحكة يكون الملبن فيها كتير شوية فبنكور كل كمية الملبن معنا ونروح نشوف العجينة بتاعت الكحك. احنا بننقش بالمنقش مش بننقش بالبصامة بتاعت الكحك دي. طبعا فينه اشات كتيرة في الكحك بتعملي النقشات اللي تناسبك ونقشة المنقش بيبقى ظهرة بعد ما الكحك يتخبز اما البصامة النقشة بتاعتها بتبقى ظهرة قوي بعد ما الكحكي يخرج من الفرن. بنحط بنرسس الكحكي في السجان والصاج اللي تعمل الاول بنخبزه الاول على اساس ان هو يكون قاعد شوية وخمر وارتفع وبقى كويس. يكون الفرن طبعا مولعينه من قبلها على ما بنخلص العجينة كلها بنود الصاج الأولاني بندخلوا الفرن الأول طبعا الخبيز بيتحط على الرف الوسطاني ويكون الفرن والع من قبلها على 180 درجة وبعد ما يحمر من تحت ياخد اللون الأحمر من تحت كده بنحطه تحت الشواية عشان ياخد اللون من فوق ده أنا عاملة النص كيلو سامنة بس مش عاملة زيادة عن كده فيه ناس بتحط زيادة عن النص كيلو احنا بنحب الكحك مش دايب قوي لكن النص كيلو بيخليه جميل جدا وأحلى من بتاع المحلات كمان طبعا فيه نقاشات كتيرة مختلفة وده كله بعد ما خلص كده بنروح نوديها على الفرن على طول بناخد الصاجة الأسطينية الأولانية اللي اتعملت الأول بنحطها في الفرن بعد كده بيتحط تحت الشواية ياخد اللون ده ده بعد ما طلع من الفرن وخلاص خلص بنحط عليه بقى سكر بودرة وتقدميه في طبق التقديم وده شكله النهائي بعد ما خلص في الطبق واتمنى ان يعجبكم وتجربوه وكل سنة وانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر